بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله اليوم سأقوم بشرح الوحدة الثامنة اللي هي الحياة الاجتماعية في الأردن يتكون المجتمع الأردني من ثلاث فيات اللي هي سكان المدن، سكان الريف، سكان البادية بدنا نيجي لأهم مظاهر تطور المجتمع الأردني منذ الاستقلال 1946 طبعاً بجيكي بمتحة الوزارة أذكر مظاهر تطور المجتمع الأردني في عام 1946 اللي هي مثلاً التزايد النمو السكاني، تزايد الاجتماعات الداخلية، التغير في شكل الأسر الأردنية تزايد دور المرة في المجتمع الأردني، الاهتمام بقطاع الشباب في المجتمع رعاية ذو الإعاقة، التغير في النظر في بعض القضايا الاجتماعية السائدة الإقبال المتزايد على التعليم عادةً هذا السؤال ما ندري يجي لأنه كل نقطة أنا حكيتها عليها أصلاً أسئلي تمام؟ فهذا السؤال يمكن يجي بالوزارة مرة واحدة بها الصيغة لكن بعد هيك كل الصيغة اللي إجت بالمطروحة عندك بالدسية هون طيب، خليناً بلش بأول واحدة اللي تزايد النمو السكاني هاي السؤال اللي إجي بالوزارة، ارتفاع عدد السكان في الأردن شو السبب أو علل؟ نتيجة زيادة الطبيعية للسكان والزيادة غير الطبيعية ومعطيك جنبها تعريف الزيادة الطبيعية يرتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات والزيادة الطبيعية تعريف الزيادة غير الطبيعية تعريفها اللي هي مرتبطة بتدفق الهجرات القصرية من الدول المجاورة إلى الأردن بفعل الحروب أو بفعل الكوارث الطبيعي وإحنا أكثر الناس اللي هاجرت للأردن بسبب الحروب طيب إيش هي الإجرات القصرية؟ تعريفها هي الزيادة الطبيعية المرتبطة تدفق الإجرات من الدول المجاورة إلى الأردن بفعل الحروب طيب أهم الإجرات التي تدفقت إلى الأردن يا شباب أو الإجرات القصرية اللي تعرضت إلها الدول المحيطة إلى الأردن وخلتها تهاجر على الأردن يعني أذكر أهم الإجرات القصرية التي تعرضت لها الدول وخلتها تهاجر إلى الأردن الهجرة الفلسطينية بعد حرب 48 وحرب 67 عودة ألاف الأردنيين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثاني الهجرة العراقيين للأردن بعد حرب الخليج الثاني اللي هي جماعة ب1991 وعامل 2003 استمرار موجات اللجوء الناتجة لازمات تعرضت لها المنطقة العربية كالأزمة السورية في 2011 طيب نجرى نقطة رقم اثنين في تطورات المجتمع الأردني أو أول شيء قال لنا آسفة اللي هي تزايد الهجرة الداخلية شيء ده المجتمع الأردني تزايدا ملحوظا في الجرات من البادية والريف والمدينة بسبب توفر عوامل الجذب في المدن من خدمات تعليمية الصحية وفرص عمل يعني هاي مش بحاجة كثير ندقق عليها لأنه هاي المادة كثير 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 سهلة نمو المدن الأردنية بسبب ما شهد المجتمع الأردني من الهجرات المتزايدة من البادية والريف بسبب توفر العوامل الجذب في المدن من خدمات تعليمية والصحية وفرص عمل ونمو نيجي للأثار السلبية الناتجة عن الهجرة من البادية والريف إلى المدن في المجتمع الأردني ارتفاع الكثاف السكاني في المدن تزايد الطلب على الغذاء ارتفاع الأسعار ظهور المشكلات الاجتماعية والاسكانية والاختناق المروري طيب بيّن الإجراءات التي بدلتها الحكومات الأردنية المتعاقبة للحد من إجرة المواطنين للمدن اللي هي إعادة النظر في توفير أسباب الاستقرار من الأرياف والبوادي الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية توفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة وتطوير البدو للحد من الإجراءات الداخلية ما هي الإجراءات التي تؤدي لتوطين البدو في العردن أو الإجراءات المهمة التي اتخذت للحد من الهجراءات الداخلية وتوطين البدو والتي اتخذت في عهد الملك الحسين بن طلال وتوضع حد لحياة ارتحال البدو يليش الإجراءات التي اتخذها الحسين بن طلال حتى إحد من إجراءات هجرة السكان في عهد الحسين بن طلال حاول بنجاح توطين القبائل البدوية في العردن ووضع حل للحياة الارتحال تبعتهم كمان الاستمرار والجهود التي بدلها الملك عبدالله الثاني وهدف الرؤية الملكية في الاتقال بشرائح المجتمع العردني الأقل حظوا نحو الاكتفاء تمام والانتاجية ومن أهم المؤسسات العامة في هذا المجال الصندوق الهاشمي لتنمية طيب الملك الذي حاول بنجاح توطين القبائل البدوية وضع حال لترحال البدو والانتقال هو الحسين بن طلال عرف الصندوق الهاشمي للتنمية البادية بسبب إنشاءه وما يهدافه أو أعطي أسباب إنشاء الصندوق الهاشمي كل هذه الأسئلة نفسي الإيجابي صندوق أسسفة 2003 لجعل البادية الأردنية منطقة جادبة للسكان ومؤهلة للاستثمار عبر استغلال أمثل الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فيها بما يرفع المستوى المعيشي للسكان ويحد من الفقر والبطالة وبفعل دور المرأة طبعا في إنشاء المراكز النسائية في شتى أنحاء الأردن طبعا معطيك سؤال الدائر العام الذي إنشأت أسس فيه صندوق الهاشمي لتنمية البادية إيش هو هذا الصندوق نيجي إلى التغير في شكل الأسرة الأردنية وهو النوع الثالث من التطور فسر حاولة الأسرة الأردنية المعتمدة على طابعها المتميز للمجتمع الأردنية العقد والطويلة لحافظات هذه الأسرة على طابعها ليش يا جماعة نتيجة الأوضاع الاقتصادية استمرار التمسك بالقيام والمفاهيم الاجتماعي توقيت دوام الصلاة بين الأباء والأبناء طيب عن الشيوع نمط الأسرة النووية في المجتمع الأردني في الوقت الحاضر ليش؟ لأنه شهد المجتمع الأردني في العقدين الأخير من القرن الماضي تلاجعا في نمط الأسرة المبتدة شيوعا بذلك طبعا عندك السؤالين نفسي الإيجابي بسبب التغير في بعض وظائف الأسرة التقليدية ارتفاع مستوى التعليم تزايد الهجرة من الريف للمدن وتنوع النشاط الاقتصاد نيجلة النوع الرابع له تزايد دول المرأة في المجتمع الأردني أثبتت المرأة الأردنية قدرتها على مواجهة تحديات وتحمل المسئولية جنبا إلى جنب مع الرجل في توفير مستوى معيشي أفضل وذلك عن طريق العمل في الوظائف الحكومية والخاصة أو في إدارة المشاريع الانتاجية الصغيرة قامت دولة على تمويلها ورعايتها من مظاهر اتمام الدولة الأردنية بالمرأة يعني شو عملت دولة الأردنية حتى تبينينا مهتم بالمرأة التوسع في تعليم المرأة وفتح المجال أمامها المشاركة في سوق العمل تقلت المرأة المناصب في الدولة ففي 79 نقلت المرأة أول منصب وزاري وكان ذلك في وزارة التنمية الاجتماعية تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية شؤون المرأة في 92 طبعا هاي جايسو الوزاري يعلل بوصفها الجهة وطنية مرجعية فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة وشؤون المرأة المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنيابية والبلدية والأحزاب السياسية فكانت أول مشاركة سياسية المرأة في البرلمان الأردني بال93 وفي المجالس النيابية الـ 95 ثم تزايدت المشاركة في السنوات اللاحقة تزايد مشاركة المرأة في الجمعيات ومؤسسات العمل الاجتماعي تطوي حماية المرأة من صور التمييز والعنف كافة ففي سنة 92 صادق الأردن على اتفاقية القضاء عن جميع صور العنف ضد المرأة وفي سبعة وتسعين إنشأت إدارة حماية الأسرة التابعة للمدرية الأمن العام شو السبب لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل والمحافظة على تزايد الأسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع الأردني طيب العام الذي تقلدت فيه المرأة هو المنصب وزاري في العردن كان ذلك بالتسعة وسبعين اللي هي لوزارة التنمية الاجتماعية طيب ضع دائرة في سنة التسعة وسبعين تقلدت المرأة أول منصب وزاري وكان عن ذاك في التنمية الاجتماعية عرف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وما سبب إنشأها إنشأت بـ 92 بوصفها جهة وطنية مرجعية فيما يتعلق بالأنشطاء ذات الصلة بشؤون المرأة ما كانت أول مشاركة نسائية في البرلمان الأردني ولمجالس البلدية كانت أول مشاركة في البرلمان الأردني في 93 وفي المجالس البلدية في 95 ثم تزايتت المشاركة في السنوات اللاحقة عن طريق الكوتة النسائية طبعا هاي الأسئلة المطروحة كلها إيجات وزارة كلها إيجات وزارة العام الذي شهد أول مشاركة نسائية في البرلمان الأردني وقع سنة 1993 عرف إدارة حماية الأسرة وما سبب إنشاءها إنشاءت بـ 97 تعريفة تابعة لمديرية الأمن العام لمعارشة قضايا العنف ضد المرأة والطفل والمحافظة على ترابط الأسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع نيشل النوع الخامس من التطور الاهتمام بقطاع الشباب في المجتمع يعد المجتمع الأردني لمجتمعات الفتية أو علل الاهتمام بفئة الشباب في الأردن لأنه بشكل الشباب ثلثي المجتمع الأردني وهي أعلى نسب الشباب ولما لها من أهمية في تطوير المجتمع الأردني تطور رعاية الشباب الأردني على المستوى الرسمي في النصف الثاني من القرن الماضي أو القرن العشرين أمثل على مؤسسات رسمية لعاية الشباب في سنة 1966 أصبحت مؤسسة رعاية الشباب التابعة للئاسة الوزراء هي مسؤولة عن رعاية الشباب في عام 1984 أنشأت وزارة خاصة للشباب ديروا بالك وضولة جماعة السنوات ممكن يجو في ضع دائرة كثير كثير السنوات طيب من مضار اتمام بقطاع الشباب في عدد الملك عبدالله الثاني من خلال دراستك أو من خلال رسالته اللي وجهه للحكومة بالالفين وستي رؤية الملك عبدالله الثاني نحو الشباب إيش كانت رؤيته نحو الشباب من خلال رسالته دع المجتمع لدعم الشباب ورعايته واكتشاف طاقته ليش لأنهم الأولى بالرعاية والمسئلية تقع على اعتقهم وليظهر دورهم وإدراقهم وطبيعة حياتهم بالمجتمع حتى يحقق حتى يتحقق الإثبات اللي بقول قدرتهم على المنافسة والتغيير والنهوض بإبداعاتهم التي ستسهم في تحديد ملامح المستقبل للوطن ويجاله القادمة طيب العام الذي تشكل فيه المجلس العلى للشباب هو الالفين وواحد من الإنجازات والمبادرات الملكية في قطاع الشباب بعد تولي الملك عبدالله الثاني بسلطات الدستورية تشكيل المجلس العلى للشباب بالألفين وواحد إطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي إعلان مبادرة فوساني تغيير مشتوى واشتراك الشباب في صنع القرار والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي قامت معسكرات الحسين العمل والبناء إطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لللياقة البدنية يعلل بهدف رفع مستوى اللياقة الصحية والطبية والكشف عن قدراتهم الخاصة والاستثمار وغيره إطلاق مبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بوصفهم بصفتهم طبعا المنتدبين على القوات المسلحة الأردنية ليش؟ بهدف إعادة قوة عاملة أردنية ذات مهارات وكفاهات عالية وتدريبها لحد من الفقر والبطالة طبعا شبابنا البشرح بشرح بشكل مجمل أنت بتكمل النقطة للأخير نجي لنقطة رقم ستة رعاية ذوي العاقة جاء الاتمام بذوي العاقة على المستوى الرسمي عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية والمواسس التابع لها ليش؟ لأنهم ذوي العاقة جزء من المهم من المجتمع يلازم ندير بالنا عليهم السؤال الثاني اللي يجب بالوزارة ما هي الوزارة التي تمت بذوي العاقة وزارة التنمية الاجتماعية من مظاهر اهتمام الملك عبدالله الثاني برعاية ذوي العاقة وبينانا على رسالته للحكومة بال2006 أو الاهتمام بهذه الشريحة من المواطنين واجب وطني حق من حقوق الإنسان وهي مقياس مقاييز تقدم الأمم ورفعتها إذا ثلاث نقاط هذول كاملين يا جماعة طيب على الرغم من الإنجازات اللي حققها لأردن في مجال توفر أو توفير سبل الرعاية والدعب لذوي العاقة هناك عدة مجالات حطوها لذوي العاقة اللي هي مؤشرات تشير لبعض المراكز الانماء الاجتماعي اللي إن شاء الله لازم هاي الفقرة طبعا هي مقدمة للي بعدها مش أكثر وممكن تيجي مقدمة لدرس مش أكثر هون بعطينا المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين سبب إن شاءه مجلس أسسه بموجب قانون حقوق الإنسان المعوقين عام 2007 ليشكل المنصة القانونية الحقوقية لهذول الأشخاص طيب الإنجازات أو إنجازات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إطلاق مبادلة مدرستي بالتعاون مع زهر التربية والتعليم وتوفير غرف أو لذوي العاقة إنشاء نظام معلوماتي وطني لأشخاص ذوي العاقة تقديم منحة سمو الأمير رعد بن زيد ليش ليش قدم سمو الأمير رعد بن زيد للمعاقين للمنحة حتى يدعم الطلبة ذوي الإعاقة إلى الملتحقين بالجامعات الرسمية توفير فرص العمل لأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق مشروع خط الطوارئ لهول الصوم بالتعاون مع إدارة القيادة والسيطرة التابعة لمدرية الأمن العام تنفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار مكاني بينكم طيب إشي المبادرة التي تعنا بتوفير غرف صفية لطلبة ذوي الإعاقة مبادرة مدرستي عرف شعار مكاني بينكم أو إش سبب إطلاقه شعار أطلقه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بسبب زيادة وعي المواطن وتوعيتهم لهاي المؤسسة حتى نحافظ عضل المعاقين إش الشعار الذي هدفه زيادة وعي المواطن نحو أهمية الدمج التعليمي اللي هي مكاني بينكم نقطة رقم سبعة التغير في النظرة في بعض القضايا الاجتماعية ما القضايا الاجتماعية تغيرت النظرة إليها في المجتمع الأردني أو ما هي مضار تطور المجتمع الأردني بعد الاستقلال أو نظر المجتمع الأردني بعض القضايا الاجتماعية من هذه القضايا هدولة ثلاثة السئلة يجب هاي الصيغة بالوزارة التوسع في التعليم مشاركة المرأ في سوق العمل تنظيم الوسر والصحة الإنجابية التغير في النظرة في بعض القضايا الاجتماعية السيدة في المجتمع الأردن يعلل شو السبب بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التراث على المجتمع أثر مثلا النظر لبعض هذه القضايا كالتوسع في التعليم كمان مشاركة المرأة في سوق العمل يعني لأن المرأة صار دورها كبير في سوق العمل فصار عندنا لازم نعمل دور لتنظيم الأسرة ولا الصحة الإنجابية ثمانية الإقبال المتزايد على التعليم أعطيك ثلاثة أسئلة للإقبال المتزايد على التعليم الثلاثة يجبوا الوزارة تزايد الإقبال على التعليم مظاهره العوامة تعدت إلى انخفاض نسبة الأمية طلع هذا السؤال مختلف عن اللي قبله هون العوامة تعدت إلى انخفاض نسبة الأمية في المجتمع الأردن هي نفسها مظاهر تزايد الإقبال على التعليم أو أدى التقييم الكبير التقدم الكبير في التعليم لتطور المجتمع الأردن إيجابتهم الأربع نقاط هذول في ظل الموارد المحدودة الأردنية مقارة بدول المجاورة أصبح الاستثمار في الطاقة البشرية المؤولة أساس التقدم كمان أصبح الحصول على العمل وما يترتب عليهم الارتفاع مستقبل معيشه والاجتماعي مرتبط بالتعليم المعني والأكاديمي ومن مظاهر تزايد القبال على التعليم من خفاض المستمع في نسبة الأمية طبعا شباب هذا الجدول مهم جدا 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 بيجي منه أسلي نسبة الأمية في الأردن بين 52 للـ 2015 ممكن يجيب لك الثانية وانت تحط النسبة تمام وممكن يجيب النسبة وانت تحط الثانية يحفظه زي اسمك ومعطيك هون سؤال عليه بلغت نسبة الأمية في الأردن بالـ 2009 قديش من وين جيبت من الجدول بامتحان الوزارة ما بيجيب لك جدول انت بدك تكون حافظ هذا الجدول أهمية التعليم في الأردن يعد التعليم جوار عملية التغيير المورد الاقتصادي والأساسي للتنمية في ظل الإمكانيات والأوارد المحدودة أصبح الاستثمار في قطاع التعليم من أبرز ما حققه الأردن على مستوى الدول العالم ودول المتقدمة رفض الأردن دول العربية الشقيقة بالخبرات التعليمية ذات الكفاءة المالية مثلا في تطويره منظومتهم التعليمية والشباب الأردنيين هم دور كبير في أنهم بيساعدوا كثير من دول العالم من ناحية تعليمية زي مثلا الكويت فتحت للأردن كثير مجال حتى معلمين يروحوا على الكويت تطور منظومة التعليم في الدول العربية الشقيقة بسبب رفض الدول العربية الشقيقة بالخبرات التعليمية ليش تطورت الدول العربية بسبب مساعدة الأردن لها طيب نيجي لهون شوي العنوان شباب مش واضح لو تطور التعليم في الأردن طبعا بسبب البقعة السودة الموجودة هون تتبع مراحل تطور التعليم في عهد الإمارة من نيجي لتطور التعليم في عهد الإمارة تمام يا شباب بدأ الاهتمام بالتعليم من تأسيس الإمارة رغم شح الإمكانيات لبلغ عدد المدارس فيها ثلاث مدارس ثانوية متوسطة واللي هي تبعات الدراسات العليا مدتها سنتين في السلطة وإربد والكراك بعدين مدرسة السلطة الثانوية مدة الدراسة فيها أربع سنوات ثم تبعاتها ثلاث مدارس إربد والكراك ومعا دير بالك كثير 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 عليهم ممكن يجيب لك مدة الدراسة في متى أصبحت مدرسة السلطة الثانوية قداش كانت مدة الدراسة فيها اللي مثلا كانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات أو ممكن يجيب لنا مدارس سنوية متوسطة قداش مدة الدراسة فيها ليس سنتين نقطة رقم اثنين أصبح في شرق الأردن بالألف تعمية واحد تلاثين خمسون مدرسة للذكور وعشر مدارس للإينات وطبعا أنت بتكملها شباب ديروا بالك وضع دائرة هون قسمت بموجب الإمارة من الناحية التعليمي ثلاث ألوية دير بالك عليهم كثير أذكر هذه الألوية الألوية التعليمية لواء عجلون لواء الكرك ومعان ولواء البلقاء وتنوعة المدارس فيها بين حكومي وخاصة كانت طلاب في التسعة وثلاثين يتخرجون من المدارس والألوية بعد اختيار الامتحانات المدرسية شوفوا هذا النظام أو بلغ عدد المدارس في أردن بعد استقلال سبعة وسبعين مدرسة حكومية ديروا بالك عليهم كثير وتطورت عدد المدارس ليش؟ لأنه افتتحوا المدارس وكان مقتصر على المدن انتبوا علي بهذا العهد بعد الإمارة كان إشي اسمه المترك يا جماعة انتبوا علي الطالب كان يقدم امتحان بالصف التاسع اللي هو إنه حاليا تاسع كان اسمه ثالث اعدادي إذن كان السابع والاعدادي والثامن ثاني اعدادي والتاسع ثالث اعدادي اسمه كان يقدم امتحان وزارة إذا نجح بروح الأول ثنوي زي اليوم الطالب ينجح بروح الجامعة وكان يروح على الأول ثنوي اللي هو العاشر والثاني ثنوي اللي هو الأول ثنوي والأول ثاني ثنوي كان اسمه ثالث ثنوي التوجيه اللي بقدم مترك اللي هو زارة كان في بعض الدول يحتاجوا للتدريس في كثير من المعلمين درسوا بعض الصف العاشر اللي هو الثالث اعدادي بعد ما قدموا إشي اسمه المترك تمام؟ طيب صدور نظام المعلومات وتعديلاته بالتسعة وثلاثين وقد قسمت الإمارة بمجبه الناحية التعليمية لثلاث ألوية ليه لواء الكاراك ولواء البلقاء ولواء معان عرف مدارس ثانوية متوسطة هي مدارس تأسست في عادة الإمارة مدة الدراسة فيها سنتين في الصالد وإربيد والكاراك طيب نيجي لها المدارس الثانوية الكاملة تعريفها هي مدارس تأسست في عادة الإمارة مدة دراسة فيها أربع سنوات وأصبحت مدرسة السلطة الثانوية كاملة ثم ارتبطت بثلاث مدارس في إربيد والكاراك وأعمم علل يبلغ عدد المدارس بعد الاستقلال سبعة وسبعين مدارس حكومية وكانت طول عدد المدارس محدود علل لأنه افتتح المدارس كان مقتصرا على المدن وبعض التجمعات السكانية في الريف قلة الموارد المائية وضعف اهتمام الأهالي بالتعليم وخاصة تعليم المرأة السهمات الأردنيين في نشر وتطور التعليم أسمى الأردنيين بدفع تكاليف التعليم الأساسية في المدة مثل بناء المدارس يعني زمان كانوا الناس هم يساعدوا في بناء المدارس حتى أنه يعني يعملوا مدارس قريبية أولادهم دفع وجور المعلمين وثمان التعليم إذن الأهالي كانوا يدفعوا للمعلم زمان أسهمات البلديات والمجالس القريب في نشر وتطور التعليم كانت البلديات والمجالس تحمل أعباء بناء المدارس وتقدم قطع أراضي لوزارة التربية كانوا الناس يتبرعوا للتربية تبني مدارس تتبرع للتربية تبني مدارس لم يقتصر تحصل العلم الأردنيين على المدارس الأردنية بل كان المتفوقون يحصلون على بعثات علمية خارج الأردن ليش؟ طبعا مكافائلهم على نفقات الحكومة زي اليوم اللي بيطلعوا منها عنا بيروح خارج الأردن لم يقتصر التحصيل الأكاديمي للأردن بعد الاستقرار لمدارس فقط بل كان المتفوقون يحصلون على بعثات علمية على نفقة الجامعات العربية من هذه الجامعات أو الجامعات العربية والعالمية الجامعات الأمريكية في بيروت الجامعة السورية في دمشق وجامعة الأزهر بالقاهرة تقريبا نظول الثلاث جامعات أشهر ثلاث جامعات كان الأردنية تعلموا فيهم أو يروحوا بعثات عليهم من مدار تطور التعليم في عهد الحسين بن طلال أو تطور التعليم في عهد الحسين بن طلال نفس السؤال تضاعف عدد المدارس جفة منافع الأمية العدد كبير يعني عدد كبير من الناس صاروا أو الأحد كبير صاروا الناس كثير يتعلموا افتتحت الجامعات وتخرج فيها ألاف الأردنيين المتسلحين على درجات الكفاءة في مختلف آخر إشي رح نحكي عن التعليم تطور التعليم في عهد الملك عبد الله الثاني وصل تطور التعليم في العردن ذروته في عهد الملك عبد الله الثاني بن حسين طبعا إجت بالوزانة مرترم نفس السؤال ليش أو للتعليم جل رعايته بناء توجيهاته لبناء في التعليم شاهدت المدارس في عهده ثورة في استخدام التكنولوجيا ركز على التعليم المستمر على مدى الحياة الاهتمام بالتعليم المهني والتقني إجت لحالة سؤال وزاري ليش لرفض سوق العمل بما يحتاج إليه من الكوادر المؤهلة بتكملها زاد عدد المدارس في عهده ليش ليستعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة إيجاد مدارس الملك عبد الله للتميز في محافظة المملكة ليش تتوسع كبير في التعليم الجامعة كما ونوعا ليش وصوله على معايير الجودة في التعليم انتبهوا النقاط إذا إجتك بتيجي كاملة لكن بعض منهم إجي عليه أسئلة على النقطة نفسها الملك الذي برز في عهد الانتمام بالبيئة التعليمية الآمنة وأغناها من مصادر المختبرات وهو الملك عبد الله الثاني تمام الملك عبد الله الثاني هيك يا جماعة بكون حكيت عن دور التعليم في الورد